انا متحمس صراحة في هذا الفيديو وجدت موقع حصري للدكاء الاصطناعي ومجاني بعدة خصائص ومن ضمنها كما تشاهدون ازالة اي كتابة سواء على ملتقات على اواني على حائط على اقمصة ايضا بنقرة واحدة شيء خرافي صراحة لكي لا اطلع عليكم ننتقل الى الشرح مباشر وكما عودناكم اصدقائي ننتقل الى متصفح كروم ثم نكتب هذا هو اسم موقع ثم نضغط على الرابط الاول بكل سهولة ينتقل معنا مباشرة الى الواجهة الرئيسية كما تشاهدون به عدة خصائص ليس فقط الخاصية التي سوف نصرحها في البداية وهنا تجد جميع الخاصية الموجودة في الموقع سوف نقوم بشرحها في النهاية كما تشاهدون مجموعة من اختيارات لكن ما يهمون في البداية هو نضغط في الاخير عليها ثم ينتقل بنا الى هذه الواجهة الان ما علينا بداية هو تشجيل في الموقع كما نفعله عادة بأرجمة الخاصة هنا ثم نضغط في هذا الاطار نقوم بتحميل الصورة فيها كتابة مثلا انا قمت بتحميل هذه الصورة الان لديك اطارين هنا في الجانب هنا لديك اختيارين اما تنزل الصورة بصيغة HD والحفاظ على الصيغة الاصلية لها الف مائتين وتمانون في سبعمية عشر سوف نقوم بتجريب لكن هذه الخاصية مدفوعة كما تلاحظون هناك واجب او اداء شهري كما تشاهدون نحن سوف نقوم بتنزيل الصورة بصيغة المجانية رغم ان سوف تنخفض قليلا لكن لا يهم سوف تنخفض فقط قليلا سوف نضغط على كما لاحظتم ننتظر قليلا بدع ثواني وهذه هي النتيجة محية كلمة بكل سهولة اذا لاحظتم بقية او بقي خط هنا سوف اريكم في المثال التانيس كيف يمكننا ازالة هذا الخط وفقط بقي علينا سوى تنزيل الصورة بالضغط على سوف نعود من جليد الى اطار ثم سوف نقوم بتحميل صورة اخرى لبانو في بليسيتي بهذه الشكل سوف اقوم بفونتيني في الخطة المجانية بالضغط عليها ننتظر قليلا وهذا الموقع رهيب به ميزات متعددة لمن لم يعرف استعمال فوتوشوب كما تشاهدون في جانب ايمن محية الكتابة الان سوف اريكم طريقة لازالة اذا بقيت اي كتابة لم تمحا فقط بالضغط على ثلاثة نقاط ثم كلين ام بيرفكسيون بهذه الطريقة اضالة في الاعلى تضاف معك خاصية جديدة من الخصائص الموجودة في هذا الموقع وهي بروش يمكنك تحديد الصيز الخاص بها ثم الكواليتي وتركها مفعالة ثم قم بتحديد الكلام او الكتابة التي بقيت في اي شيء لم تمحا منه بهذه الطريقة ثم قم بالضغط على كلين انتظر فقط ثالثة ثواني كما تشاهدون سوف تمحا بطريقة جنونية صراحة هذا الموقع رائع كما ذكرت لمن لم يعرف استعمال الفوتوشوب يجب عليكم تجربته الان لم يتبقى معنى سوى الضغط على السام في الاعلى وتنزيل الصورة الان سوف ننتقل الى الميزات نضغط على الميزة الاولى وهي جنيرات ايماج لديك صور هنا للتجربة سوف اختر مثلا هذه الصورة فقط اعطي الدكاء الصناعي الصورة يقوم بانتاج لك اربعة صور رائعة ليس عليك سوى الضغط على دونالد لتنزيلها بهذه الطريقة ثم ننتقل الى انكروب هذه الخاصية تمكنك من وضع الصورة ثم الضغط على انكروب سوف يقوم الدكاء الصناعي بانتاج لك اربعة صور يمكنك الاختيار منها هذه الصور تقوم بتتمة الجزء المتبقي في الصورة انطلاقة من الصورة الاصلية كما تشاهدون ثم لم يتبقى معك سوى دونالد وتنزيل هذه الميزة الثالثة غيماجي نضغط عليها هنا سوف نقوم باختيار صورة من الامت التي اعطاها لنا الموقع هنا هذه الخاصية دورها وهي انطلاقة من المشهد الاول يقوم بانتاج لك صور اخرى من اربعة زوايا مختلفة كما تشاهدون ثم بصيغة اتش دي يمكنك تنزيلها ننتقل الى الصيغة او الميزة الرابعة نضغط عليها كما العادة نقوم باختيار الصورة ثم يقوم بانتاج لك صور من وحي الدكاء الاصطناعي ما عليك سوى تنزيلها مباشرة بهذه الطريقة هذا الموقع كأنه لديك مجاني الان ننتقل الى هذه الميزة قمنا باستعمالها في المرحلة الاولى وهي ازالة جميع كتابات متبقية فقط بتحديدها ثم الخاصية المولية وهي دورة وهي ازالة الخلفية بطريقة سهلة لدينا امتلة كما تشاهدون فقط تقوم بوضع الصورة وتحميلها ثم ازالتها بطريقة رهيبة كما تشاهدون الان وما عليك سوى تنزيلها بصيغة اتش دي كما العادة ننتقل بعد ذلك الى الخاصية المولية غولايت هذه الخاصية مهمة وهي اضافة الاضاءة للصور سوف نعمل هذه الصورة كمثال يمكنك اه تحريك الاضاءة بشكل رهيب واحترافي مثلا سوف اقوم باستعمال الاضاءة الثانية حتى اجد المكان مناسب هذه طريقة رائعة وبديلة لفوتوشوب ايضا يمكنك التحكم في الاضاءة وشدتها فقط قم بالتنزيل هنا والقيام بهذا بعد ذلك نجد الخاصية المولية وهي ابسكال هذه الخاصية دورة وهي اضافة الوضوح للصور سوف نعمل هذه الصورة كما تشاهدون يتزداد وضوحا فقط ما عليك سوى تحميلها واستعمال الموقع كما تشاهدون والجميع في الامر يقوم باحتفاظ بخصوصيات الصور بعد ذلك نجد الخاصية الاخيرة تقريبا يمكنك اختيار هذه الصورة وتحديد الخلفية فقط عن طريق الكتابة كما تشاهدون في البداية تكون الصورة اه الاوريجينال ثم سوف تقوم بكتابة اي شيء لكي يحدد في الخلفية هذه بعد النمادج وهنا الخاصية الاخيرة التي قمنا بالعمل عليها وهي تكستروموفر ونهاية اتمنى ان يكون الفيديو قد نال اعجابكم نلتقي في فيديو اخر مع مواقع جديدة وجنون اخر للدكاء الاصطناعي لا تنسوا الاعجاب اشتراك وتفعيش درس شكرا لكم السلام عليكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم اشتركوا في القناة